معنا من القدس المحتلة مرسلنا أحمد دروشة ومن واشنطن مرسلنا عبد الرحمن برديسي أرحب بكم أبدأ معك أحمد دروشة أحمد واضح تماما الشروط التعجزية ربما حتى التي وضعها نتنياهو لإنجازه هذه الصفقة خاصة موضوع أن يستأنف الحرب عندما يرى أن ذلك مناسبا والآن يرفض عودة من يصفهم بالمسلحين إلى شمال القطاع كيف هي ردود الفعل الداخل إسرائيل على الشروط التي وضعها نتنياهو لنتحدث عن المتفائلين الإسرائيليين وهم أقلية خالد بحسب ما يقولون وهم حتى موجودون داخل الوفد المفاوض الإسرائيلي يعتقدون أن تعنت بنيمين نتنياهو الآن وإضافة الشروط إلى الاتفاق وخلال المفاوضات هي بسبب انتزاع مزيد من التنازلات من حركة حماس وليس بسبب رغبته في إفشال المفاوضات وهناك طبعا المتشائمون وهم أكثرية سواء داخل الوفد المفاوض الإسرائيلي أو في المستوى العام السياسي في إسرائيل أو حتى لدى عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين يعتقدون أن بنيمين نتنياهو يسعى إلى تفجير المفاوضات في هذه المرحلة لأن إن تقدمت المفاوضات أكثر وجرت توصل إلى اتفاق بين الوفد المفاوض الإسرائيلي وبين حركة حماس وبين الوسطاء فإن إحضار هذا الاتفاق إلى الحكومة الإسرائيلية للتصويت عليه يعني تفجير الحكومة الإسرائيلية بالتالي توجه الاتهامات نحو بنيمين نتنياهو أنه يريد تفجير هذه المفاوضات أسرع قدر الإمكان لأنه كلما تأخر تفجير المفاوضات أكثر كلما كان أصعب عليه إحباطها وإحباط تمريرها داخل الحكومة الإسرائيلية لكن كل هذه الأمور هي ضمن وجهات النظر في إسرائيل لا أحد يعرف إلى أين تتجه الأوضاع خلال الفترة المقبلة ولا أحد يعرف النية الحقيقية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو خصوصا أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تنقل على المصادر اليوم بأنه هو يقود المفاوضات منفردا تقريبا دون تشاور مع الوفد المفاوض الإسرائيلي وهو يقرر في نهاية المطاف إلى درجة أن القناة الثريات عشر الإسرائيلية تنقل اليوم إنه خبط على الطاولة خلال أحد الاجتماعات بالأمس قائلا أنا رئيس الوزراء وأنا أقرر ما الذي سيدور في هذه المفاوضات لكن على العموم التركب هو يجري حوله على عدة مستويات المستوى الأساسي هو مستوى الشارع الإسرائيلي متى سيشعر الوفد المفاوض الإسرائيلي أن بنيمين نتنياهو يماطل ويعرق الاتفاق بشكل حقيقي ومتى سيخرج وزير الأمن الإسرائيلي يوقف جلانت إلى الإسرائيليين ليقول بوضوح أن بنيمين نتنياهو يعرق الصفقة تبادل الأسرى وعندها سيدعو الإسرائيليين إلى الخروج إلى الشوارع عدد من الصحفيين الإسرائيليين الوازنين في إسرائيل من المعارضين طبعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو يرجحون هذا السيناريو خلال الفترة المقبلة لكنهم ليسوا متأكدين من التوقيت وهذا يتزامن مع تصاعد الاتهمات الموجهة من داخل حزب الليكود لوزير الأمن الإسرائيلي وأف جلانت وهو أحد كيادات الليكود أنه يعمل منحردا أنه يعمل ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية وتصاعد الأصوات داخل حزب الليكود لإيقالته فالسؤال هو عن التوقيت خالد